يسود الهدوء الحدود بين لبنان وإسرائيل وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش اللبناني إطلاق النار على ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء اللبنانية ليلة الأربعاء وقد غابت التحركات العسكرية على الحدود من الجانبين يوم الخميس في حين تقوم قوات الطوارئ الدولية اليونيفل بتسيير دوريات في المنطقة وحول آخر التطورات على الحدود بين لبنان وإسرائيل وما إذا كان الهدوء سيد الموقف حتى الآن تحدثنا من مدينة لمطلة الحدودية مراسلتنا هناك ثروة شقرة إليك شقرة نعم محمد بداية أن هذه حالة الهدوء حذر جدا أو نستطيع أن نصفها هنا بأنها حذرة جدا ولكن الطيران الإسرائيلي لم ينفك عن التحليق منذ قد أعلن الجيش اللبناني بأنه أطلق النار على ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة قد تجاوزت الحدود اللبنانية وبعد وقت وجيز تم إعلان أو صدر بيان من الجيش الإسرائيلي وقال أنه بحرفيا قال سماع دوي إطلاق نار داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة كان يسير فيها الطيران الإسرائيلي دون أن يحدد إذا كانت هذه الطائرات الإسرائيلية تجاوزت هذه الحدود مع لبنان أو لم تتجاوز وأيضا أعلن أنه لم يكن هناك أضرار وطائرات تسير بشكل طبيعي في أجواء هذه المناطق بعد ذلك محمد ولا ربما بتطور غريب أو تحرق غريب الطائرات الإسرائيلية منذ الساعة التاسعة من مساء أمس إلى هذه اللحظة لم تنفك عن التحليق نستطيع سماع أصوات الطائرات طائرات الاستطلاع منذ أمس إلى هذه اللحظة لم يغب حتى لثوانا في هذه المناطق الحدودية كما ذكرت هذا من جانب من جانب آخر أيضا محمد هناك ترقب للتهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وأيضا هناك متابعة إعلامية كبيرة للتهديدات الثانية التي صدرت عن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والذي قال أن هناك رد مدروس سيكون في الفترة المقبلة هذا التصريح لنعيم قاسم والذي بثته وسائل إعلام لبنانية أخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى تهديد حسن نصر الله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تزال تعلن حالة التأهب ولم تتراجع قليلا إلى الوراء هناك تعليمات كما رصدناها منذ اليوم الأول في تغطية قناة الحرة على هذه الحدود الأمنية حالات التأهب مستمرة انتشار الجيش الإسرائيلي بعيد عن الخط الحدودي ما زال مستمرا اليوم في جولة ميدانية قمنا بها أيضا رصدنا بعض الأليات العسكرية في المناطق البعيدة بعض الشيء عن الحدود وفقا لتعليمات الجيش الذي قيد حركة الأليات العسكرية بالانتقال إلى الشق السياسي محمد هناك أيضا مقارنات إعلامية لما حصل في عام 2014 و2015 عندما رد حزب الله على اغتيال جهاد مغنية وسامير القنطار وبالتالي يقارنون ويحللون التوقيت الذي من المتوقع أن يقوم به حزب الله بالرد على ما نسب لإسرائيل باستهداف طائرات مسيرة للضحية الجنوبية أيضا هناك اليوم مداولات يجريها مجلس الأمن إسرائيل طالبت بها بطبيعة عمل قوات اليونيفل وأيضا طالبتها بأن يكون هناك تقارير موثقة لانتهاكات حزب الله إن وجدت وأيضا سيتم التصويت على هذا الموضوع يوم غد الجمعة إلى هنا محمد هذا هو المشهد حقيقة سياسيا هناك لربما استنفار بين الحين والآخر وإن كانت بعد الردود لربما هدأت سياسيا ولكن على الأرض لا تزال حالة التأهب كما هي وحالة الاستنفار الإسرائيلي العسكري كما هي محمد سنتابع معك بالتأكيد كل هذه التطورات من مدينة المطل الحدودية بين إسرائيل ولبنان مراسلتنا ثروة شقرة شكرا لك